فاهمة دكاترة عب عايز نارد اتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الفيتو ماتيرن الرليشنشيب وعلى عارف ان الجامعة لسه منزلتش الموضوع ده ولكن سواء نزلته او لا ده من الموضوع المهم جدا ويمكن هتلاقي نفسك اتسألت اسئلة كتيرة من جدا في موجودة في الكوز وده مهم جدا عشان اعرف افهم بقية الولادة عندي مصطلحات المصطلحات دي لازم اكون فاهمة كويس جدا كل مصطلح منه ليه مدلول والمحاضرة سهلة وبسيطة جدا ولكن لازم اكون عارف كل حاجة بتدل علي اول مصطلح عندي هو مصطلح اللاي وما معنى كلمة اللاي لو انا عندي ادي الامة اه او تعالى ممكن ارسملك على الشاشة الاكبر شوية لو انا عندي ادي الامة اه اللي بالاسود والعيل عندي اللي مرسوم بالاحمر فانا عايز اعرف الريليشن اف لونجيتيودين ال اكسز اوف زافيتوس مع الونجيتيودين ال اكسز اوف زامازر الريليشن بتاعة اللونجيتيودين ال اكسز بتاع الفيتوس مع اللونجيتيودين ال اكسز بتاع الماضر دي اسمها اللاي فعندي ممكن يكون بنفس المنظر اللي انا ارسمه بالطول كده اسمه اللونجيتيودين ال لاي او بالعرض اسمه transverse lie تاني يبقى كلمة ال لاي عبارة عن الريليشن بتوين اللونجيتيودين ال اكسز اوف زافيتوس اسميه اللاي طيب منه Longitudinal Lie وده بنسبة 99.5% اللي بيبقى Longitudinal Axe بتاع العيل بارل لل Longitudinal Axe بتاع الماظر ممكن يبقى Transverse Lie وده بيبقى فيه Longitudinal Axe بتاع الفيتس بربنديكلر مع Longitudinal Axe بتاع الماظر ممكن يبقى Oblique ويف بالجنب كده بيستهبل ولا هو بالطول ولا هو بالعرض ممكن يبقى Unstable والأنستابل ده اللي عمال يتحرك Not Fixed في خلال 24 ساعة يبقى Lie معناها Relation between Longitudinal Axe of the Fetus مع Longitudinal Axe of the Mother 99.5% هو Longitudinal Transverse Lie الأوبليك اللي بتحرك والأنستابل اللي مش Fixed طب يعني ايه كلمة البرزنتيشن كلمة البرزنتيشن هو عبارة عن ومنتهى البساطة خالص ايه اللي نازل كلمة البرزنتيشن عبارة عن ايه الفيرست بارد تو بي ديليفرد ايه الفيرست بارد اللي هيحصله انجيجمنت اللي هيخش في الحوض ايه الفيرست بارد اللي هينزل في اللور يترين سيجمنت كل ده اسمه ايه؟ اسمه البرزنتيشن الفيرست بارد اللي هينزل في اللور يترين سيجمنت الفيرست بارد اللي هيحسه بالفاجينة الاجزاميناشن الفيرست بارد اللي هينزل انترى ايه البرزيكان طبعا عندنا كم نوع من انواع خمسة واحد وده بنسبة ستة وتسعين في المية ان العي النازل براسه ده كده كفالك راسه ده كده كفالك بالنسبة لي ستة وتسعين في المية من العيال هتبقى نازلة كفالك براسه تلاتة ونص في المية هتبقى نازلة كلمة نازل يعني بالسوفلي بقولك كده بلاس اور ماينس اللور لمب يعني البوتوكس بتاعته نازل معا لوار لمب ولا لأ تمام فالبريتش هو اللي نازل بالبوتاليك بورت بلاس اور ماينس اللور لمب ثم الترانسفيرس لاي و الترانسفيرس لاي ده او اللي نازل بالشولدر تاني ستتمعي واحدة واحدة كده اول بریزنتيشن اسمه كيفاليك بريزنتيشن. تاني بريزنتيشن اسمه بريتش بريزنتيشن. ده تلاتة ونصف المية. تالت بريزنتيشن هو شولدر ربريزنتيشن نصف المية. في حاجة اسمها كومباوند او كومبليكس بريزنتيشن. يعني مثلا الود نازل مثلا براس ومعها ايد. الود مثلا نازل. بالبوتوكس ومعها رجل ومعها كرد. طيب. او ان الحبل السر بتاع العيل يسبق العيل. تلاقي ان الكرد ده هو. تلاقي ان الكرد ده هو اللي نزل الاول. قبل العيل. فاكر لما كنت بقولك في حالات البلع يدرامنوس كان ممكن المشكلة دي تحصل. وسميها كورد بريزنتيشن. يبقى انا عندي يعني ايه كلمة بريزنتيشن? اول حاجة هتنزل في اللور يتراين سيجمين. اول حاجة هيحصل لها ديليفري. اول حاجة هحسها بالفجينا طيب ايه انوحة? قالك في عندي كفاليك بريزنتيشن. في عندي بريتش بريزنتيشن. في عندي شولدر بريزنتيشن. في عندي كومبليكس بريزنتيشن. وفي عندي كورد بريزنتيشن. الكفاليك بريزنتيشن هو عبارة عن الجزء اللي اول اللي هينزل. الجزء الاول اللي هيحصل لولادة. الجزء الاول اللي الجزء الاول اللي هيحسه ده البرزنتيشن. منه كفاليك ده يعني نزل براسه. منه بريتش نزل بالبوداليك بارت. ايه البوداليك بارت ده? اللي هو البوتوكس بلاص ممكن الشولدر يعني نازل بكتفه ممكن الكمبليكس يعني نازل بلمب مع هد أو بريتش أخيرا ممكن يبقى الكورد والكورد ده معناه أن الأمبليكا الكورد نازل الأول طيب شمعنا الكفالك بقى هو 96% بيقولك والله لأن الرأس دي بتبقى أتقل حاجة وبالتالي بنظرية الجاذبية فإن أتقل حاجة اللي هتنزل تحت أدي أول نقطة النقطة التانية بيقولك أن إلى حد ما العيل بياخد شكل اليوترس فالرأس بتيجي تاخد الناروليوار يترين سيجمينت ولكن البريتش الكبيرة بتاخد الوايد فاندس يعني اليوترس بيقى أعمل كده مش بتكلم بقى على التقل باتكلم على الحجم منظر اليوترس عامل كده فالرأس تاخد الجنب دي إنما بقى الجسم كله ياخد الجنب اللي فوق يبقى سواء كان الجرافشنل إنه هو بالأتقل أو بالحجم في كلا الحالتين الكفالك هو الأشر يبقى اللاي decía triple وده معناه إن العيل يبقى بيندوكولار عندنا وده نعمل أنجل مع الموصل عندنا البريزنتيشن منه كام نوع كفاليك بريزنتيشن بريتش بريزنتيشن شولدر بريزنتيشن كومبليكس بريزنتيشن كورد بريزنتيشن طيب امسك واحد واحد الكفاليك بريزنتيشن يعني نازل براسو 96% اهو 96% الاشهر الاتقل اللي هينزل اتنين البرتش بريزنتيشن اللي نازل بالبوداليك بارت بلاس قرمينة سلوار لمب تلاتة طيب اعتقد كده ان شاء الله الجزء بتاع اللاي والجزء بتاع البرزنتيشن بقى كويس اللاي عندنا اربعة البرزنتيشن عندنا خمسة وفينا كل واحد بعد كده عندي حاجة اسمها البوزشن ولما اقولك كلمة بوزشن قولي كده على حسب يبقى لما اقولك كلمة بوزشن ترد عليها تقولي على حسب على حسب ايه والله لما اقولك بوزشن تقولي على حسب هو انت عايز البوزشن ده بالابدومنال اجزاميناشن ولا عايزه بالفاجين اجزاميناشن لو عايزه بالابدومنال اجزاميناشن فانت عايز علاق الظهر الواد بيه الانتيرو ابدومنال اقول بتاع مامته اصل الظهر ده انا بحسه بلاقيه كده عبارة عن حاجة سموس دايريكت كونتينوتي موجود فعايز تقولي الظهر اه موجود شمال لا موجود يمين لا الظهر موجود قدام في النص بالزبط لا هو موجود وراء اصلا والعاي النايم من الظهره ده موجود وراء فانا بالنسبالي هلقى الظهر موجود تحت فاول حاجة خالص في البوزيشن لما اقولك كلمة تقولي على حسن لو انت عايز البوزيشن ولا انا عايز بتاعة مع بتاعة الماظر طب بالفاجين لا بالفاجين انت عايز لما انا اعمل بي في احس عظمة اسمها دوميناتر ولما احس الدوميناتر دي اعرف العي النازل ازاي طب ايه العظمة ده بقى بص يا سيدي اهو بص 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 يا سيدي بيقولك الات لو انا عندي الوات كان نازل واحدة واحدة بقى بالراحة كده يعني ايه كلمة يعني الراس وهرجع لك اوريلك تاني في البرزنتشان بس عايز اخدها الوقت كلمة vertex presentation معناها الراس completely flexed متنية خالص احس انا العظمة ده هي اللي اسمها الاكسبت وده اللي كان على فكرة في الورادة الطبيعي طب لو كان العيل completely extended هو او نازل براسه ولكن completely extended احس الاتشين او احس المنتم واسميه face presentation يبقى لو كان نازل بالاكسبت completely flexed اسميه vertex presentation لو نازل completely extended بالتشين اسميه من نسبالي face presentation طب له نازل له ميدوي مابلل اتنين ولا هو completely extended ولا هو completely flexed اسميه brau brau ما معنى كلمة brau brau يعني ميدوي مابلل اتنين احس افكرة الرسمة دي برضو مش مزبطة البيانات دي مش عجبانة يعني حتى لو بيانات لا البيانات دي غلط هو ده الكمبيلتلي اكستندد ده face اهو عرفت منين ايه اللي حسسني ان في حاجة غلط اللي تشين او المنتم ايه ده ميدوي مابلل اتنين ده البراو البراو عبارة عن ميدوي بقى انت عارف هتعرف الاكستنشن ازاي تلاقي رقابته مفروضة خلص اه شايف رقابته مفروض انما ده عبارة عن ايه ده عبارة عن براو ميدوي مابلل اتنين والتلاتة دول كلهم عبارة عن كفالك يبقى الكفالك يعني نازل براسو هو التلاتة واحد يعني نازل براسو completely flexed هسميها كفالك نازل براسو completely extended هسميها كفالك ميدوي مابلل اتنين هسميها براو وبعد ما تخلص هتلاقي فيديو فاهمك الجزء ده كويس طيب اقراها لك بقى هنا كمان في ممكن يبقى كفالك وده اللي هو ممكن يبقى لو الهيد كان ميدوي مابلل اتنين ولو الود تاني دراعه زعلانة وحزينة تاني راسه يمينة وشمال اسمها الاسنكلاتيزم ومشو عايز الاسنكلاتيزم الوقت الورتكس وهو فليكسيد بحس عظمة اسمها الاكسيبت دي الدوميناتور الفيس بحس عظمة اللي هي الاتشين او المنتم البراو بحس الفرونتال بون بحس الفرونتال بون كلها بص اهو بص ركز معايا كده يبقى انا عندي في الورتكس بحس الاكسيبت الفيس بحس المنتم او هنا بحس الفرونتالبون كلها اللي انا عمل لك باللون الاحمر دي دي كل الفرونتالبون دي انا بحسها في حالة طيب يبقى انا لما اقول لك اشهر تقول لي والله على حسب اب دومينال ولا فاجينال اب دومينال انا عايز العلاقة بتاعت الفيتال باك مع الانتيرو اب دومينال وول طيب بالفاجينال انا عايز العلاقة بتاعت الدومينال مع الولز بتاعت البلفس طيب الدومينال دي عبارة عن ايه دي البوني لاند مارك اللي انا هعرف بيها العي اللي نازل ازاي قال لك والله في الفيرتكس بريزنتيشن بيبقى نازل بالاكسبت بالفيز بريزنتيشن بيبقى نازل بالتشين او المنتب بالبراو بريزنتيشن بيبقى نازل بالفرونتالبون في البريتش هحس العظمة بتاعت البريتش الوات دهو اللي نازل دهو البريتش العيل ده هحس السكرم هحس عظمة السكرم في التشولدر هحس عظمة الاسكابيولة يبقى انا حسيت عظمة ومن العظمة عرفته ونزل بايه يبقى في الابدومينال ايجزاميناشن the relation between the fetal back and the anterior abdومينال وو في الفاجينال ايجزاميناشن the relation between the dominator and the maternal بالبوني بحس ايه بقى اللي هي اللوند مارك دي قال لك والله ممكن في الاكسبت في البرتكس بريزينتيشن ممكن التشين في الفيز بريزينتيشن ممكن الفرانتال بون في البراو ممكن السكرم في البريتش ممكن الشولدر بريزينتيشن في الاسكابي او العظمة اللي بحسها طيب مش عايزك تعرف في الوقتي ايه اشهر البوزيشنز ولا الكلام ده كله مش عايزك تعرفه خالص اشتب عليه الاكسبتو انتيريور اشهر من الاكسبتو بوستيريور الاكسبتو انتيريور ان الاكسبت تبقى قدام اشهر من الاكسبتو بوستيريور وبس مش عايزك تعرف ولا الاسباب ولا الليل اللفتة اشهر لما ااجي اذاكر الديامترز هتفهمها حاليا مش عايزة انا بس عايزك تعرف دايما ان الولادة حلوية تاخدها على مال تستيب اسمع الاول الكلام مرة كسره الوقتي في دماغك ومرة اللي بعد كده سبت كمان كلام ده مجرد ان انا اخد الديامتر هتلاقيه سأل ان شاء الله في محاضرة باذن الله باذن الله هتترفع بكرة الصبح باذن الله امال الاتيتيود انت قلتلي يا عم الحج اللاي عم الحج العين نازل ازاي نازل براسه كفالك ولا نازل بريتش ولا نازل شولدر ولا نازل ميدوي ما باللي اتنين ولا هو نازل كورد ولا نازل كومبليكس ولو هو نازل كفالك قلتلي هو نازل كفالك وكله فليكسد كفالك فيرتكس ولا كله اكستندد كفالك فيس ولا ميدوي ما باللي اتنين براو الى اخر قال لك والله عندي بقى حاجة اسمها الاتيتيود ما معنى كلمة الاتيتيود قال لك والله الاتتتود هو علاقة جسم الواد ببعضه الريلاشن بتوين الفيتر بارتس اند ايتش ازر الطبيعي العيل ببقى اخباره ايه بقول لك والله الطبيعي ببقى العيل عامل جنراليز دي فليكشن وتاني كده راسه على صدره وإلى حد ما عامل فليكشن كده وباك بتاعه كيرفد عشان كده بقول لك الباك بحسه سموس دايريكت كونتينوتي حتة موجودة كده طيب قال لك والله ممكن يبقى واخد يعني كله عامل ممكن يبقى فاكك شوية دي فليكشن ممكن الواد يبقى عامل يعني ما بين بارشال اكستنشن انا في بحاول اقول لك وضع العيل هيبقى عامل ازاي وضع العيل هيبقى عامل ازاي هيبقى دي فليكسد ولا اكستندت شوية ولا بارشة الاكستنشن ولا بصي انا كده بالمنظر اهو انا هقول لك وانت تقول لي تعرف تقول لي دهو اللاي بتاعه ايه ترانسفيرز شولدر بريزنتيشن طب ايه العظمة اللي حسها كده انت فهمت طب تعرف تقول لي ده ايه تقول لي ده والله بالنسبة لي كيفالك بريزنتيشن طب ايه العظمة اللي بحسها المنتم لانه عامل اكستنشن وهكذا طيب بعد كده عندي مصطلح تاني مهم جدا 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 وهو الانجيجمنت وما معنى كلمة الانجيجمنت كلمة الانجيجمنت يعني اكبر ديامتر موجود في الراس بالعرض الراس بتدعت العيل اهي لو انا هرسم لك الراس اهي فيها ديامتر بالعرض اكبر ديامتر بالعرض اسمه البيبريتال ديامتر ما بين الاتنين بريتال بونز طوله تسعة ونص تاني يبقى عندي ديامتر اسمه البيبريتال ديامتر ده تسعة ونص عندي ديامتر اسمه البيبريتال ديامتر ده تسعة ونص وده اللارجست ترانسفيرسي ديامتر يبقى قال لك الانجيجمنت معناه اللي هو البيباريتال ديامتر عن طريق البرتكس بريزنتيشن عن طريق البلينوف فيلفك انلت طيب طيب ليه اخدت اللي بالعارضة ماخدتش بالطول برضو هتفهمها في الديامتر لان الطول دهو مع كل حركة للعيل الديامتر هيتغير انما الديامتر اللي بالعارض ده ثابت طيب في البرايمي جرافي ده في الحالة اللي اول مرة تولد اللي ليها اول حمل بيحصل الانجيشمنت تلت اربعة اسابيع بدري قبل الولاد اش معنى علشان خاطر عندها سترونج ابدمنا المصر يعني البيت اللي اول مرة تولد عضلات بطناء قوية جدا 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 وبالتالي بيبقى العيل بينزل في الحوض بدري قبل الولادة تلت اربع اسابيع انما المالتي بارا لاقا ده المالتي بارا المصر بتاعتها مش قوية ولا حاجة ده مو بينزل في الساكند استيجو في ليبر اخرى طيب لو حصل الانجيشمنت لو الراس عدت للبيباريتل ديامتر معناها ان مفيش مشكلة ما بين البرزينت انجبارت والبيلفيك انلت معناها مثلا لو كان البرزينت انجبارت الراس ان الراس داخلت الحوض مفيش اي مشكلة خالص يبقى الانجيشمنت عايز تعريفه معناها باسج افزالارجست ترانسفيرسي ديامتر اللي هو البيباريتل ديامتر عن طريق البلينوفيلفيك انلت يخش عن طريق مدخل الحوض طيب يحصل امتى قالك في البرايمجراف ده يحصل في اخر 3-4 اسابيع من الولادة بسبب السترونج اب دومينول طف المال تباره بيحصل في الساكند استيجو في ليبر مستو لو انا عندي يحصل يبقى معناه ان يحصل اكسيكلودت سبروبوشن بتوين البرزينت انجبارت والبيلفيك انلت خلاص عرفت يعني ايه كلمة انجيشمنت طيب ازاي اشخص الانجيشمنت ازاي اعرف الانجيشمنت والله انا في الانجيشمنت النهاردة انا مش عايز اقولك بس غير الفاجين لان اي حاجة تانية هاخدها حلم في العمل يعني هتتشرح في العمل شوف انا مسائل الموضوع قوي ما نطش الخطوة ولا خطوة انا هياخد الكلام ده في العمل بس انا النهاردة عايز لما اكرر يصادك كلمة في النورمال ليبر اقولك يا ابني حصل انجيشمنت اقولك عارف يعني ايه كلمة انجيشمنت تقول لي اه عارف طب عارف يعني ايه تقول لي عارف انا ببنطال بساطة خالص خالص لما اجي في النقطة بتاعت الابدومنال اجزاميشن مش عايزه مش عايز عارفها الوقتي لما اخد الابدومنال اجزاميشن انا بفاهماني لما انا عايز الوقتي بالفاجاين جالك واحد اسمه ديلي 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 يا ديلي عمل لك ديلي ستيشن قالك ايه قالك والله انا بالبي في بالفاجاين الاجزاميشن اقدر احس العلاقة بتاعت الاسكيال سباين اقدر احس الشوكة بتاعت الاسكيال سباين ديه واقدر احس بيها كمان كمان اقدر احس الحتة البرزينتنج بورت الليدنج بوينت تاني بدخل صابعه وبعمل بي في عشان احس العلاقة اللي ما بين حاجتين اللي ما بين الشوكة ده اللي اسمه اسكيال سباين واللي ما بين الحتة اللي نزلها البرزينتنج بورت واللي تكون الرأس طيب هو الاسكيال سباين دي موجودة فين في الحوض والله الاسكيال سباين دي موجودة في نص الكافتي يعني انا عندي انلت اهو ده فوق خالص وعندي كافتي في النص وعندي اوة لت تحت خالص اهو والله انا عندي الاسكيال سباين موجودة في نص الكافتي استن يعني بعد الانلت آه يا عمي بعد الانلت باكتي second فقال لك والله انا لو عملت فاجينا الاجزاميناشن ولقيت الاسكيالسباين الشوكة ده ايه موجودة عند نفس الليفل بتاع الجزء اللي نزل البرزينت انجبارت يبقى اكيد البرزينت انجبارت ده حصل له انجيجمنت وسميها ستيشن زيرو باس تاني جالك واحد اسمه دي اللي ستيشن اقال لك انا هعمل لك ستيشن يوضح لي فيه علاقة الليدينج بوينت اقل نقطة اكتر نقطة نزلالي سواء بقى كانت اكسبت سواء كتوتفر ولكن هتكلم انه هو اكسبت واعلاقتها بالاسكيالسباين بالشوكة اللي موجودة على الجنب طب عايز ايه عم ديلي قالك والله في الطبيعي المفروض اننا لو حصل انجيجمنت قال ان الاثنين بقوا على نفس الليفل الاثنين على نفس الليفل اه الاثنين على نفس الليفل طب وبعدين قالك والله لما تحس ان الاثنين على نفس الليفل اعرف ان كده حصل انجيجمنت وسميها ستيشن زيرو طيب سالب واحد سالب اتنين ثالثة يعني لسه سنتي اتنين سنتي ثلاثة سنتي عما يحصل انجاجمنت طيب بوسطي في واحد بوسطي في اتنين بوسطي في تلاته معناها عده سنتي اتنين تلاته عن ان حصل انجاجماد. طيب. يبقى يعني ايه كلمة? يعني يعد عن طريق طيب بعد كده. اتنين ده هو بيحصل امتى? والله على حسب. لو انا كنت باكلم في ده اللي اول حمل اللي هي اللي عضلات بطنها قوية هينزل في اخر تلات اربع اسابيع من الحمل. انما اللي عضلات بطنها مش قد كده هينزل في طيب تعرف تقول لي ايه لازمته? قالك والله لازمته اللي مبين الاتنين. عندي اسمه 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 تعبارة عن اللي مبين اكتر نقطة نزلالي برة خالص. مع الاسكيال سباين. لو لقيتهم على نفس الليفل ما بين الاتنين بسميها ستيشن زيرو. يبقى حصل بالنسبالي طيب لو لقيت لسه سوالب يبقى لسه هيحصل طب موجب يبقى حصل ونزل. طبعا بالصنار بالصنار بشخص على طول. يبقى انا عندي ازاي شخص. اولا ارترك بالاكزامانيشن. ثانيا ارترك بالصنار. ثلاثة بالهيستوري. ما هو انا عندي لما الرأس هتدخل الحوض. لما اجي اخد هيستوري من العينة تقولي والله بص دكتور. والله دكتور انا حاسه ان كل التقلي اللي كان موجود فوق. اللي هو الابر اب دو من البرجر ده نزل تحت الحمد لله بقى lower abdominal pressure يقول لك والله دكتور انا حاسة ان كل التقل والكاتم اللي كانت على نفسي اللي كانت موجودة فوق ارتحت ونزلت تحت خالص الحمد لله رب العالمين فيقول لك حصل عندي disappearance of the upper abdominal pressure symptoms and appearance of lower abdominal pressure symptoms disappearance of the upper abdominal symptom دي لها اسمي تاني lightning كلمة lightning يعني ايه يعني خفت خلاص ارتاحت الحمد لله خلاص نزل كلمة lower abdominal pressure symptoms يعني تحس انها بدأت تخش عايز الحمام كتير لها حاسة انها متضايقة الى اخره طيب اخر سؤال خالص هل يوجد مشكلة ممكن تعمل لي non engagement في البيت في اخر 3-4 اسابيع طبعا ازاي انا قلت لك ان انا في اخر 3-4 اسابيع المفروض البيت يحصل لها engagement قلت لي اه قلت لك طيب هل في بقى اهمية ممكن تحصل ان لو البيت دي ما حصل لاش engagement طبعا معه لو البيت دي ما حصل لاش engagement في اخر 3-4 اسابيع لو الراس مدخلتش الحوض يبقى الراس دي مش هتدخل في مشكلة خلت الراس دي مش هتدخل من الاخر البيت دي تقول الكويساري طب ايه المشاكل دي قال لك اشهر حاجة المسكة الكوليشة انها حاسبة غلط ازاي بصو البت مثلا ايلالي والله دكتور ان انا انا حامل مثلا مثلا في 39 اسبوع ده بالحساب بتاعته عن طريق اللص نورمن منيسترال بريود هي حاسبة انها حامل في 39 اسبوع انا جا في حاسها الاقي الراس لسه مدخلتش اقول لي اناها رسوي يعني ايه 39 اسبوع والراس لسه مدخلتش يبقى الراس دي مش هتدخل على الله السلامة البيت دي هتقول الكويساري ولكن لما اجي اعمل صونار الاقي البيت المتخلفة حاسبة غلط هي لسه في 34 اسبوع لسه بدري لسه الراس هتخش عشان كده ده من اشهر الاسبوع طب فيه مشاكل تانية قالك اه احفظ الاسطنبا دي زي اسمك لاني هستعملها في كل حاجة مش كلا ممكن تحصل في الباور في الباسج في الباسنجر في الباور يعني ايه في الماصل في اليوتراين ماصل نفسه في الكنتراكشن اللي بينزل العيل طب في الباسج يعني ايه في العيل نفسه وهو نازل طب في الباسنجر في الباسج يعني ممر اهو طب الباسنجر يعني ايه الحاجات اللي نازل إيه اللي ينزل يبقى تاني لو أنا هرسم كده رسمة أبين لك المشكلة ممكن تبقى فين رقم واحد ممكن المشكلة تبقى في الباور أقصد بالباور اللي موجود اتنين في الباسج في الممر اللي نازل تلاتة في الباسنجر في العيال اللي نزل يبقى في الباور في الباسج في الباسج أو في الباسنجر أولا في الباور قالك في الباور اتوني في الابدومينال وال يعني لما الابدومينال وال يبقى مرخي كده او يعني الحتة بتاعت الوار يتراينسيجمنت هي افشى مع هو لو فيه اتوني في الابدومينال وال من فوق مش هينزل تحت ولو الحتة اللي تحت افشى مش هينزل تحت فسواء كان فيه اتوني في الابدومينال وال او في كلا الحالتين هيعمل لنفس المشكلة ان الرأس مش هتنزل اتنين مشكلة في البسج في الممر. ايه عامل مشاكل اللي ممكن تحصل في الممر يا عامة فاهمالي كده بالراحة. قال لك والله اول حاجة خالص لو انا عندي بلاسينتا بريفي. لو عندي البلاسينتا موجودة تحت كده ما انا عايلي مش عارف ينزل. كونتراكت بيلفس لو الحد دي. بيلفك بونت يومر لو فيه ورم لو فيه ماس. لو السيرفيكس افش ريجد. لو الفجاينة افشة طف. لو في فول بلادر وريكتا. مهور بلادر وريكتا مورا وقدام. لو مالينين هيبقوا ضغطي. يبقى منطقى البساطة خالص. اسباب النان في اخر تلات اربع اسابيع. تافهة. هي عبارة عن اسباب في الباور اللي هو زي ما قلتلك. الاتوني بتاع او الاتوني بتاع بتاع الابدومنة او الاتوني بتاع الابدومنة او الاتوني بتاع الابدومنة او انها تبقى قفشة وفي كلا الحالتين الباور مش هيبقى متضبط. طب الباسج اي حاجة في الممر معكسة. بلاسنتا بريفيا. كونتراكتب بيلفس. بيلفك بونت يومر. ريجد سورفيكس. طف فجاينة. طب الباسنجر في الحاجات اللي نازلة. قالك زي ايه? قالك والله زي ما البرزينتيشن وما البرزينتيشن. زي لو كان العي النفسه في مشكلة. لو كان الكرد قصير والعي المش عارف ينزل. لو كان مية كتيرة او مية قليلة المية قليلة مش هتخلي بي يلف ومش عارف ينزل والمية كتيرة هيخليه يلف كتير وبرده مش هينزل. الماكروزوميا العيل الكبير قوي. الهايدروكفلس العيل اللي راسه كبيرة. اللي عنده كونجيتان انومالي. وطبعا لو التواء. كل دي اسباب. ملخص الموضوع ده بمنطقة البسيطة خالص. النهاردة بكلمك عن بدايات الفيتو متورنل ريليشنشيب. هقولك ان عندي شوية مصطلحات. عارف ان الجامعة زي ما قلت لك لسه منزلتهاش. ولكن عندي كزا كونسيبت مهم لازم يبقى عارفه. وهو اللاي. علاقة اللونجيتيديونا الاكسز اف زا فيتاز. مع الانجيت each بتاع الماظر. البرزينتيشن اللي هينزل البرزينتيشن التي هينزل في اللغة. البرزينتي سيجمينت البرزينت اللي هيتولد. البرزينت البرزينتيشن بالبرزينتيشن ال TRS ws cooperation grateful. cannon L?" التلاتة ال اسماعية مع، والانتيراه bel количество ايغاية مع انتهي من وال علاقة الполож ship و عظمة على العظم الت g чер بتجد في الاكستينديد الفيس بحس التشن في البراو بحس الفرانتالبون في الساكران بحس البريتش وفي الاسكابيولا بحس في الشولدر بحس الاسكابيولا وبعدين قلت لك طيب الاتتيود علاقة جسم العيل ببعضه بعد كده قلت لك الانجيجمنت معناها ان الاجرست ترونسفيرسي دايمتر البيباريتر دايمتر وهتفهم ليه ان شاء الله بكرة بازن الله ليه ما قلت لكش اللونجيتيودان الديامتر يعد ازاي في البرائم جرافيدا في اخر تلات اربع اسابيع بسبب السترونج ابدومنال الاول دا ليه بيحصل له ملتبة destaكرة متأخر بعد كده عرفت الى عفت عن طريق تقول لي انا حسيت ان التقل اللي فوق نزل تحت سواء كان ابدمان لوفاجاينال وبعدين بالانبسطيجيشن والاكس راي وعندي اسباب ما تحمي ليهش انجيجمنت في اخر تلات اربع اسابية من الحمل قلنا زي مشكلة في الباور مشكلة في الباسج مشكلة في الباسنجر او احنا حاسبين غلط في الباور اتوني او او في الباسج اي حاجة موجودة تحت في الممر في الباسنجر قلنا عندنا ماكروزوميا هيدرك فلس ومالتي فيتل بريجنسي والميس كالكوليشن شد حلقه ادى كاترة بالتوفيق يا رب واي حاجة انا ما قلت اياش ما تقرقهاش الوقتي لحد ما كل مذكرة هتلاقي نفسك بتقفل الموضوع حلوة اللي برس كده كل مرة تزاكر زود معلومة كل مرة تزاكر زود معلومة لحد ما هتلاقي نفسك كله ترتف في دماغك وحاسة ان الدنيا بازن الله بقت واضحة ان شاء الله محاضرتين دول يتزاكروا بازن الله مع محاضرة امبارح ربنا يسر بازن الله ان شاء الله بالمعدل ده ان شاء الله نخلص الازواء ده بازن الله شد حلقة ده كاترة مستقيم ما بينهم ما بين الام نفس الاكس همان ده اسمه زي العين اللي نازل بكتابه يبقى لما اقول لك تقول لي ده اسمه ايه اسمه طب ده اسمه طب ده طب ده اللي هو مش محصل ده ده اتنين عايزك تبقى عارف ان انا عندي الواد وهو نازل براسو اسمه براسو كيفالك بريزنتيشن طب من تحت كده نازل بالبودالك بارب كلمة بودالك اسوك بيها البوتوكس واللور لمب اسمه طب لو هو نازل بكتفه اسمه شولدر بريزنتيشن طب لو كان نازل بالكورد الكورد اللي سابق اسمه كورد بريزنتيشن طب لو نازل بحاجة او حاجة نازل بجيد ورجل نازل بكرد ونازل برجل اسمه كومبلكس بريزنتيشن طيب. فيه عندي حاجة اسمها يبقى قلنا عبارة عن بتاع الفيتس مع بتاع الماثر ازا كان اتنين اول حاجة هتنزل تحت في الحق اول حاجة هتتويل اول حاجة موجودة اللي هو اول حاجة اول حاجة يحصل لها كده براسو اسمه كفالك بريزنتيشن كده بريجل اسمه كده بكتفه اسمه شولدر بريزنتيشن لو هو نازل بالكورد كورد بريزنتيشن لو نازل بحاجة او حاجة طيب كفالك بريزنتيشن ده هو برضه منه تلات حدايا. لو هو نازل كفالك اسميه كفالك اللي هو الولادة الطبيعي. طب لو نازل كفالك اسميها كفالك طب لو نازل براو. لانه اقولنا زي معايلين بنزل بالمينتو اكبر درجة. يبقى اسمه كفالك 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 وميدوي براو. يعني ايه كلمة على نقطة العيد ببعضه. لا الوضع عمل شوية لا ملت الوضع نفسه نعم ازاي? اكدا الحاجة الوضع. ده بجيبه بالابدومينل وبجيبه بالابدومينل عايز اعرف الوضع موجود يمين موجود شمال الباك موجود موجود بوستيريور لان انا بحس الباك من الابدومين بتاع الام دا كده مستقيمة معك دي. ده الباك. يمين شمال انترو بستيريور انتيريور بستيريور. او باي في. باي في زي قلتلك ده علاقة عظمة اهم عظمة احسها اعرف بيها ده ايه? يعني ايه? يقول لك والله لو العين فحس العظمة دي. لو العين فحس العظمة دي. اللي هي الاكسبيت. طب لو كان اكستينجد وفيس هحس طب لو كان نمازلي كده او بالشوردة هحس طب لو كان نزلي بالبوتكس كده او هحس السكرة. يبقى في الكفالك فيس هحس اللي تشيلنا او المنطب. طب فيرتكس هحس الاكسبيت. طب لو لازم كدهوه بالشوردة هحس الاسكابل. طب لو لازم بريتش هحس السكرة. بس يا بكتر. ده العبارة عن التيتو ميتان الريليشنشيب واللاي والاتيتيود والبريزنتيشن شوف.